ينضم إلينا أشرف طريبق رئيس مركز هاسبرس لأدراساتي والإعلام يا سيد أشرف متطرفون تكفريون كانوا يعتزمون القيام بأعمال إرهابية في المغرب وهم على اتصال بخلية أو بخلايا إرهابية ما هي تفاصيل لهذه الكلمات؟ ما الذي نقرأه أمنيا من وراء هذه التصريحات؟ هو ما يمكن أن نستشفه لأنه لنحن لازمنا في بداية التحقيقات هو أن هؤلاء الأربعة المقبوضة عليهم والمشتباه بهم في قضية قتل السائحتين الأجنبيتين هم على اتصال بتنظيم إرهابي خارج أرض الوطن منهم من كانت له سوابق يعني سبق له أن أعتقل وسبق له أن أدين سجنا في ذلك لكن هل يتعلق الأمر بخلية تنظيمية إرهابية منظمة؟ يعني هذا لا يمكن أن يظهر إلا بعد انتهاء التحقيق الذي هو الآن في مرحلة سرية أما الأسلوب فهو يمكن أن نسميه بأسلوب الدئاب المنفردة والذي يعتمد على بعض الأفراد الذين يبيعون الدولة الإسلامية بشكل فردي ويحاولون تسويق الفكر الإرهابي بشكل شخصي بمعنى أنهم لا يتبعون التنظيمة مباشرة وإنما يؤمنون بأفكاره ويجعلون من أنفسهم يعني إرهابيين يأتمرون بأوامره ويحاولون أن ينفذوا بعد العمليات المنسجمة مع تصور تنظيم الدولة الإسلامية كما أشرت الحادثة ليست معتادة في المغرب وربما كثيرون لا يقرؤون التفسير وراء هذا الأمر لكن بالتحليل الأمنية المنطقة يا سيدي في نواحي مراكش هي منطقة جبلية وعرة تضاريسها صعبة قليلة السكان حتى هل هنا المقاربة الأمنية ستتغير لملاحقة الهرابيين خاصة في المناطق النائية أو المتطرفة الجانبية بعيدا عن المدن الرئيسية في المغرب برأيك؟ إذا تكلمنا عن مجهودات الأجهزة الأمنية على رأس المكتب المركز للأبحاث القضائية سنجد أنه فك كما يقارب عشرين خالية في هذه السنة وهذه السرعة التي تم بها القبض على هؤلاء الأربع المشتبه فيهم تظهر بجلي على أن هناك عملا ومجهودا جبارا يقوم بهذا الجهاز بتنصيق مع أجهزة أخرى لكن إذا تكلمنا عن ظروف تلك المنطقة هي حقا منطقة جبلية لكنها منطقة سياحية وإليها الكثير من السياح الذين يرغبون في الصعود إلى قمة جبل يدعى جبل تبقال وهو أعلى قمة بالمغرب أيضا هي منطقة مجاورة لمنطقة مراكش وهي المدينة الحمراء المشهورة بتنوعها السياحي في المنطقة لكن من المعلوم من المواطعات التي استقيناها في عين المكان أن هذه المنطقة هي منطقة آمنة يتجول فيها الكثير من السياح بمفردهم مما يعني بالأكيد أن هذا الحادث يعتبر حادثا استثنائيا يعني هو حادث لم يتكرر فيما سبق ولم يشهد أي عملية قتل وحشية بهذه الطريقة ولم يتضمن جريمة إرهابية لها ارتباطات خارج أرض الوطن بمعنى يبقى هذا الحادث معزولا وربما يعني يمكن أن يكون استباقيا لأعمال إرهابية كان يعد للمعنيون بالأمر لكن أعتقد أن سرعة القبض عليهم ومجهود الأجهزة الأمنية سيبطلوا العمليات المهمة ونحن في انتظار التحقيقات لكن كما تفضلت بالذكر على المستوى السياحي مركش ربما لا يعرف كثيرون أنها وجهة مفضلة من بين عشر وجهات في العالم حتى من نجوم هوليوديا سيد أشرف كيف وقع هذه الحادثة على المستوى السياحي والأمني وربما المغرب سيحتاج في الأيام القليلة المقبلة ونحن مقبلون على نهاية السنة أن تكون تحقيقات سريعا وعما ليس كذلك نعم هؤلاء الذين قاموا بهذه العملية هذه المجارة السنتاجات نقدمها إلى حين انتهاء التحقيق يعني هم حاولوا بالأساس ضرب صورة المغرب الآمنة وضرب السياحة المغربية لأن السياحة في المغرب هي تجدب الكثير من الأجانب الذين يأون إلى المغرب خصوصا مع عطلة عيد الميلاد فهذه رسالة موجهة بالأساس من أجل إعطاء صورة على أن المغرب ليس بلدا آمنا بأن المغرب فيه تنظيمات إرهابية يمكن أن تقوم بعملية بين الفين والأخرى يعني هذه الرسالة هي تبقى عديمة الأطار لكونها عملية استثنائية لكن من المحتمل أن تكون أضرارها أطارها سلبية جدا خصوصا لمستقبل السياحة ونحن نعرف أن هذه المناطق والمناطق المجاورة لها هي تعتمد على النشاط السياحي بالأساس هي مناطق لا تتضمن أنشطة اقتصادية وصناعية معينة بمعنى ضرب السياحة في تلك المناطق سيكون ضربا لعدد من الأسر المغربية التي تستفيد من مدخول السياحة شكرا جزيلا أشرف طريبق رئيس مركز هسبرس للدراسات والإعلام أشكرك جزيلا سيد أشرف على ما تفضلت به شكرا جزيلا شكرا جزيلا